يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السفر لرؤية المسجد الأموي ليس بقصد العبادة بل من باب السياحة ورؤية الآثار ما حكم هذا العمل هذا ضياع تسافر على شأن بس السياحة أو تنفق الأموال وتعرض للأخطار والسفر هذا من العباس لا تروح للأجل السياحة إن رحت لدمشق من أجل حاجة تجارة ولا دراسة ولا من أجل حاجة لا مانع أنك تروح وتشوف المسجد الأموي أما أنك تسافر من هذا علشان تشوف المسجد الأموي هذه السفرها وضيع للمال وتعرض للأخطار وهو أيضا وسيلة إلى الغلوب لأن إذا رأك العوام ورأك الناس ونوين المسجد الأموي أنه مثل المساجد الثلاثة يسافر إليه نعم نعم لذا شكرا